السلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الكريبتو معكم أخوكم أبو كريم وياريت نبدأ طبعا أصدقائي اليوم راح نتكلم إن شاء الله عن البيتكوين الاثيريوم القادة الفيت السولانة هاي العمولات لوين شو حركتك شو المتوقع لإلى بالمستقبل وطبعا متل معنوان الفيديو البيتكوين لمية ألف ليش أنا بقول هذا الكلام وغيره من الأشياء طبعا بحلقة اليوم ولكن قبل ما نبدأ أصدقائي ياريت اللي ما عمل الاشتراكي خبطناها الاشتراك العظيم تفعيل جرس الإنذار لايك أو ديسلايك إذا حبيتوا المحتوى وشير للقناة طبعا أصدقائي وتنويه قناتي تعلمي وليس نصيحة استثمارية أنت دائما أمل بحثك الخاص قبل ما تستثمر طبعا أصدقائي أول شي راح ندخل على البيتكوين ونشوف شرط البيتكوين شو في أحداث خلف البيتكوين أو بعدين الآداء والإيثيديوم والفيت والسولانة بالنسبة للبيتكوين أصدقائي مثل ما عم نشوف الفترة الماضي البيتكوين حاليا لسه بترند الصاعد وهاي هي القناة الص الماضي وإلنا طالما البيتكوين فوق عم بيلامس هاي صارت مثل خط تقريبا خط دعم الخط بالقناة الصاعد يخط دعم عام يلمسها البيتكوين ويرجع يرتد إذا بتلاحظوا هذا كمان تكرر لنا ثلاثة أنماط يعني هذا النمط الأول بعد هذا الانخفاض عم بصير ارتفاع وهذا السهم الثاني كمان عم بصير ارتفاع وهذا السهم الثالث المتوقع كمان ارتفاع طبعا أصدقائي في شيئين مهمين أدرا في شيئين مهمين أول شيء فيه أشخاص كتير طبعا وفيه محللين محترم رأيهم بيقولوا فيه جعب يعني لازم يتغطى أنه أو فيه مساحة من البيتكوين ما منش فيها بين السبعة وثلاثين ألف والثلاثة واربعين ألف لازم يرجع للبيتكوين طبعا هذا احتمال وارد طبعا ما فيه شيء منقول مستحيل لا كل شيء وارد بعالم البيتكوين وخاصة بتقلباته السريعة والفلاتيلة العالية ولكن أنا بشوف أنه قبل ما يوصل لهذه النقاط فيه كتير ونقاط دعم قبلها ممكن يعني ممكن يرتد من عندها أول شيء هاي النقاط اللي ما عم نحكي عنا اللي حاليا ما 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 نزل تحتها هي للستة واربعين ألف ومتين أو عندكم كمان الاربع واربعين ألف نقاط الاربعين ألف واربع مئة واثنين وعشرين هاي نقاط جدا قوية وهاي نقاط شراء بتوقع بالفترة إن نزل طبعا البيتكوين راح يكون فيه ارتدات من عندها تالت شيء وأهم شيء إذا بتلاحظوا أصدقائي الأخبار الأساسية بتلعب دور جدا كبير بالبيتكوين فكمية الأخبار الإيجابية والأساسية على البيتكوين هي اللي عم تعطينا المؤشر العام وانتوا مثل ما شايفين هذا الفريم الديلي يعني أنا اليوم صباحا لما فئت ولاقيت على التليجرام أخبار وناس عندها دعور أنا فكرت البيتكوين نزل لتنين وعشرين صراحة ولكن عادي هذا الانخفاضات اللي بتصير هاي انخفاضات طبيعية يعني صعود وهبوط بالعكس نحنا بترند صاعد يعني إذا بنرجع فقط قبل شهر نحنا من 21 جولاي مرتفعين أكثر من 70% 60% خلال يعني نحنا لسه بترند صاعد وهذا شيء ممتاز طبعا أصدقائي كمان في شيء مهم لازم نفهم وشو هي اللي بصير خلف الكواليس وهذا الشيء المهم وهذا هو جمال التحليل الأساسي طبعا أصدقائي طبعا أصدقائي مثل ما انتم شايفين هذا هو المؤشر وهذا اللي بصير خلف الكواليس هاي طبعا من جمالية كمان التحليل الأساسي مثل ما قلت أنه هذا المؤشر يفرشيكم السعر البيتكوين الحالي والسبلاي تبع البيتكوين مثل ما مذكور طبعا عم بيقولوا Most holders remove their PTC from exchange It's a more permanent cold storage that is Increase in liquidity leads to higher prices يعني عم بيقول لك أنه هون كلما ما لحظوا المؤشر كمية البيتكوين او ال holders اللي مشترين البيتكوين عم بيطالعون هاي البيتكوين من المنصات لما عم يرتفع السعر فأنتو عم بتشوفوا يعني فيه ارتفاع بال price فيه كمية ال liquidation او الكمية من ال BTC او من البيتكوين عم بتقل فلما بتقل اكتر بصير ال demand عليها اكتر ارتفاع سعر بصير اكبر يعني فرضا على المنصات كانت كمية البيتكوين لنقول 10 مليون اطعت بيتكوين ال holders اللي اشتروا بيتكوين شالوا هاي البيتكوين من المنصات ما خلوها للتداول والبيع والشراء قلت صار عدده مليونين او مليون لما تصير فيه طلب للشراء ما رح يكون فيه كميات كافي فبيزيد سعر البيتكوين هذا الفكرة فهاي الاشياء اللي عم نشوفها خلف الكواليس يمكن الشارت ما بيقدر يشرحها فهي من الاشياء الممتازة جدا وليش انا يعني البوتنشل للبيتكوين يوصل للمئة الف طبعا فيه فيه قبل ما يوصل للمئة الف اكيد يعني احنا بنحكي عن خلال تقريبا لاخر السنة عم نحكي عن اربع شهور ولكن فيه عندنا خط المقاومة حاليا اللي هو كمان بتوقع نفسي المتداولية عند الخمسين الف والتاني عند الواحدة وخمسين الف والتالت اللي هو عند السبعة وخمسين الف طبعا اذا اخترقنا تقريبا حاجز سنين وخمسين الف رح نوصل لسبعة وخمسين الف والطريق امامنا رح يكون مفتوح للقمي الماضي اللي هي الاربعة وستين الف وبعد الطريق رح يكون مفتوح للمئة الف وطبعا اذا بترجعوا كمان بتشوفوا دائما كنت قول المورغان ستانلي هذا البنك وهذا من الحيتان طبعا اكثر 240 مليون بغريسكيل شير باسهم بغريسكيل للبيتكوين طبعا هذا الشي شو بيعطينا انا اتكلمت كتين المورغان ستانلي كان يعمل فد كان يعمل اخبار سلبية يقول البيتكوين فاشل البيتكوين اساتس مو جيد للاستثمار وكتير اشياء سلبية كانت فترة شهرين او ثلاثة شهر الماضي ليه اصدقائي كان عم بيحاول يضغط على البيتكوين لينزل سعر البيتكوين للتسعة وعشرين واثمانا وعشرين ليشتري هو لما يخلي الناس تبيع يطلع اخبار سيئة يخلي الناس تبيع ليشتري هو بقبل برايس القليل بيرجع ببيعكم بسعر علي فان تكون مثل هدول الحيتان دائما وانا الفترة الماضي الشهرين ثلاثة الماضي دائما كنت قول يا جماعة اشتروا عند القاعة اشتروا وقت البيتكوين ما يكون باضعف حالاته اللي هو عند الـ 28 والـ 27 مو تشتروا عند القمم فهذا الشيء مهم لازم نحن نفهم امتى نشتري وامتى نبيع يعني ودائما قلنا بيع اشتري عندما الناس تخاف او تصير فيه بانيك بالسوق وبيع لما الناس تطمع وصير فيه عنده طمع زيادة فدائما نخلي توازن بين هذا الشيء فطبعا هذا الخبر بيينكم انه نحن قديش البيتكوين مهم والفترة القادمة انه البرايس سابع البيتكوين قديش ممكن يوصل طبعا كمان من الاخبار بلومبرغ اناليسيز بيتكوين فوتر اي تي اف والبي ابروف باي اكتوبر طبعا الاتف بسندات التحوط هاي اذا صارت البيتكوين بسندوق التحوط بصير بصير فيه دخول مالي جدا قوي على البيتكوين اصدقائي بصير فيه مليارات تدخل بشكل امن وهذا الشيء بيخلي الماركت برايس يقفز قفزات نوعية طبعا اذا تم الابروفل على هذا الشيء هذا من اهم الاخبار طبعا صار فيه كتير قبل قبل شيء سنتين كلام عن هذا الشيء ولكن مو بهاي القوة انه ممكن نصير ابروفل فاذا صار ابروفل انا بشوف هذا الشيء مجدا ممتاز كمان بشوفه من الاخبار الاساسية اللي ما كانت موجودة بانك وطني اوفرين كريبتو ان يور اه 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 اكاون اه طبعا بتوقع باهايو يمكن هذا البنك فهذا كمان من الاخبار الممتازة من الاخبار كمان اللي عم نشوفها جيدة للبيتكوين طبعا هذا مول البيتكوين هذا لعملة تيزوس طبعا انا وصيت فيها الاصدقاء من فترة تقريبا بحدود 30% عملة تيزوس طبعا لانه في مستثمرين او شركات من السويسرا مهتمة بالسمارت كونتراكت للتيزوس للتيزوس فمتوقع لا الى شغل بالاستقبل لهيك طبعا عملينا الخبر عنا طبعا ندخل لادا اصدقائي اذا متل ما انه الفترة الماضي اذا لاحظتوا اصدقائي وصلت يعني هذا رسمناه خط الدعم اخر قمة سابقة والدام واللول حالية فحاليا هاي نقاط بالنسبة الي هي نقاط شراء يعني متل ما انتم شايفين راح نرسم خط تاني ما له بين تقريبا 2.36 و 2.452 هاي نقاط شراء اصدقائي الادا خلال خلال ممكن نقول الخمسة عشر يوم القادمين راح يصير فيه ارتفاع جدا كبير عليه لسه الباب مفتوح امام الادا الادا شو الاهداف طبعو الاول الاهداف راح تكون اربعة دولار او بنهاية هاي السنة ممكن يوصل لستة دولار طبعا هذا الشيء طبعا توقع مثل مالت ومثل مالت قناتي تعليمي ولسه نصيح استثماري ولكن انا بشوف البوتنشيال جدا كبير للآداء بالمستقبل والكاردانو وفي خبر كمان مثل ما انتم شايفين كاردانو فيرست افر سايد شين بروجيكت والبرينج اثيريوم سمارت كونتراكت وكاردانو عم بيقولون الكاردانو اول مرة يصير فيه مثل سايد شين بروجيكت اللي هو منصة فينا نقول جانبية بروجيكت منصة جانبية بتجد بالاثيريوم سمارت كونتراكت او الاثيريوم العقد الذاكي للاثيريوم للكاردانو فهذا خبر جدا مهم اصدقائي وهذا المؤسس طبعا بيقول قدش الخبر مهم وانه ممتاز لعملة الكاردانو فانتبهوا لهذا الشيء ندخل لعملتنا الحبيبي اللي هي الاثيريوم مثل ما انتم شايفين اصدقائي لسا ما تغير شي بالاثيريوم لسا الخط اللي رسمناه يوم امس عم يرتد منه الاثيريوم حاليا عند 3090 لسا ما كسر هذا الخط فانا بشوف كمان لسا موضوع الارتداد قلت انا يوم الجمعة اللي هو اليوم في خبر كان بخصوص الفيوتشيرز اكسبيري بتوقع اليوم اتوقعت انا ينزل اكتر شوي يعني انا اتوقعت ينزل الاثيريوم ل2962 وقالت بنهاية هذا اليوم ممكن تكون فرص شراء للاثيريوم طبعا اذا نزل لهذا الرقام اللي ممكن ينزل ل2900 فانا بشوف نهاية هاي اليوم ممكن تكون فرص جيدة للدخول بالاثيريوم لانه يوم الاحد والتانين متوقع للاثيريوم طبعا ارتفاع ممكن يكسر القمة اللي كان عم بيحاول هي يكسرها اللي هي عند 3300 و86 لانه اذا كسره اصدقائي طريق ل3600 مفتوح امامه ممكن يحققها بسهولة العملة قبل الاخيرة اللي هي الفيت متل ما انتم شايفين الفيت من العملات الممتازة جدا وفي خبر كنت عم بقراءة How this VeChain tool will aid enterprise to produce carbon طبعا عم بيقولوا انه كيف عملة VeChain راح تعمل ادوات بتساعد الشركات لتقليل كمية الكربون المستخرج طبعا فهذا الشيء بيبينكم انه خاصة الاداة عم تشتغل بالصين عم تشتغل مع مشاريع بالصين الا بوتنشال بالنمو جدا كبير وانا قلت VeChain تبهولها وطبعا مثل ما انتم شايفين اصدقائي حاليا انا رسمت هذول خط الدعم طبعها اللي عندي عند 0.115 وفي خط عند 0.10 هاي النقاط برأيي ممتازة جدا للشراء بالفترة هاي لانه الارتداد من هاي النقاط جدا قوي ولسه ما اخذت حقها بالرالي يعني مثل ما انتم شفتوا السولانة عملت ارتفاع جدا كبير في كتير عملات راح تساوي نفس الشيء لسه ما اجا وقت بعد ولكن الفيت واحدة منهم ممكن تشوفوها اتحقق ارقام جدا كبير يمكن توصل للصفر فاصل اثنين او ترجع للقمة السابقة صهر فاصل اثنين اثماني خلال فترة قصيرة فانتبهوا للفيت اصدقائي من العملات المميزة جدا بنرجع للسول كمان مثل ما انتم شايفين اصدقائي السول انا هذا الخط رسمه يعني يوم امس ما غيرت شي حتى هذا الخط الاخضر انا قلت هاي مناطق شراء اصدقائي السولانة ممكن يرتد عندها وفعلا هذا اللي صار يعني طلعه من ستة وستين الف رجع للواحدة واتمانين الف او وصل الاربعة واتمانين الف اليوم وطبعا رجع حاليا عند خط المقاومة اللي رسمنا اللي كونوا تقريبا لانه كمان عملت نيو هاي لو عفوا قمة جديدة عالي فعند تقريبا اذا قلنا الواحدة واتمانين الف عم يعمل قمة المقاومة فاذا كمان اخترقها وعمل اغلاق شمعت اليوم فوق الواحدة واتمانين الف فراح يصير هذا خط دعم ممكن ينبنى عليه وممكن العملة مثل ما قلت اهدافها هتكون للأربعة وتسعين دولار اخيرا اصدقائي خواه خبر طريف وحلو اه وهذا بيبين لنا اصدقائي انه شو ممكن انتوا تعملوا بعالم الكريبتو والبيتكوين وغيرها يعني طفل عمره اتناشر سني اه كودر صبعا هو هدولي بيشتغلوا بالبرمجة ارفتوا كيف اه عمل بحدود الاربعمائة الف دولار نحيبا نصف مليون دولار بشهرين فقط من خلال بيع الانفتيز فتخيلوا يعني هذا الشي اللي عم بصير وفي ناس عم تعمل مليارات فعالم الكريبتو وعالم استثمار فيه جدا كبير وممكن نساوي فيه ارباح جدا عالي ولكن كمان ايضا مخاطره عالي دايما خلينا نوازن بين الشيء طبعا اليوم اصدقائي رح اعمل ان شاء الله فيديو مسائي او يوم غد عن كمان عمولات جديدة جواهر ممكن نقون على لنا رح ممكن تحقق ارباح جدا كبيري فخلوكم معي ان شاء الله وفعلوا جرس الانذار مشان يصلكون الفيديو اول باول وتكونوا اول ناس اللي بتشوفوه طبعا اشتراك بالقناة لايك او ديس لايك اذا حبيتوا المحتوى وبالتوفيق للكم اصدقائي وباللقاء ان شاء الله السلام عليكم